اشتركوا في القناة ونعتقد أن أوضاع البلاد والتحديات التي أمامنا تقتضي أن تكون الحكومة حكومة ائتلاف وطني تجمع العدد من الأحزاب وتعبر عن نتائج الانتخابات وتضمن بالتالي السند والدعم السياسي وأن تكون هذه الحكومة حكومة ائتلافية فيها كفاءات من الأحزاب السياسية التي اختارها الشعب لقيادة هذه المرحلة نحن مازلنا بصدد استكمال هذه المشاورات لإعلان مواقف مشتركة ربما من هنا إلى ساعات أو يوم أو يومين وهذا هو الخيار الذي نراه أفضل وتقتضيه مصلحة البلاد الموضوع ليس ضد أو معه نحن نرى أن مصلحة البلاد تقتضي وجود حكومة قوية مسنودة بالأحزاب البرلمانية وحتى بغير الأحزاب البرلمانية وتحظى بأغلبية داخل المجلس الوطني التأسيسي وهذا لا يمكن أن يتوفر إلا في حكومة ائتلافية فيها كفاءات من هذه الأحزاب نحن لا نرى أن هناك تناقض بين كلمة كفاءات وبين حكومة ائتلافية بالعكس الحكومة الاتلافية ستكون معناها كلها كفاءات من بين الأحزاب التي تشاورنا معها حركة وفاء التحالف الديمقراطي الحرية والعدالة والحرية والكرامة عفوا حصل التشاور معها سابقا هي لا ترى نفسها في هذه الحكومة الأخ حمد جباني هو الأمين العام لحركة النهضة ولا يزال الأمين العام لحركة النهضة وعن أنهم تمسكون به وهو من رموز وقيادات الحركة وهو رئيس الحكومة ونحن لا نرى ضرورة ولا حاجة لتغيير رئاسة الحكومة ويمكن أن تكون حكومة ائتلافية بقيادة حمد جباني نعم هناك وصلت بعض المحادثات إلى بعض المأزق ولكن نحن الآن نقترب من اتفاق نهائي مع هذه الأطراف ولا نرى أن حل التكنقرات هو حل المأزق هو مبادرة من الأخ رئيس الحكومة ونحن تحاورنا معها ولكن نرى أن مصلحة البلاد تقتضي وجود حكومة قوية مسنودة بمجلس وطني تأسيسي منتخب وبأحزاب يعني معبرة عن إرادة الناخبين من خلال سندق الاقتراع حتى تستطيع أن تشرف وتقود المرحلة ما بقية من المرحلة الانتقالية أنا قلت لك ولكم جميعا نحن مع حكومة ائتلاف تجمع مجموعة من الأحزاب المنتخبة تعمل على تحقيق أهداف الثورة حتى تعمل هذه الحكومة على تغيير تحقيق أهداف الثورة يجب أن يكون فيها كفاءات مقتنعة ومؤمنة وقادرة على حمل أمانة تحقيق أهداف الثورة اشتركوا في القناة